منا بيروت ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي السيد العميد ناجي ملاعب سيد ناجي أهلا وسهلا بك معنا دعني أبدأ معك أولا باستهدافات إسرائيلية طبعا من آخر التطورات استهدافات إسرائيلية لموقع عسكري حكومي هذا الاستهداف يرصد بأنه لأول مرة يتم من خلال التصعيد أو منذ وقت التصعيد الذي حدث في السابع من أكتوبر ما قراءتك لهذا التطور خصوصا أنه أتى بعد فعل ورد فعل بعد استهداف للجولان من قبل فصائل موالية لإيران في الداخل السوري بعدها تم هذا الرد الإسرائيلي الذي خلف عدد كبير من القتل كبير نسبيا طبعا من القتل في صفوف العسكريين السوريين مبدئيا من ضمن شعار وحدة الساحات رأينا أن هناك استهداف لمراكز أمريكية في سوريا والعراق وكذلك إطلاق من اليمن لصواريخ طويلة المدى واستيدت تلك الصواريخ من قبل بارجة أمريكية يبدو أنها وفق الإعلام الأمريكي كانت مدوجها باتجاه إسرائيل ومن ضمن هذا وحدة الساحات يبدو أن جبهة الجولان منذ حوالي أسبوع أطلق منها ثلاثة صواريخ باتجاه إسرائيل وبالتالي بالأمس أطلق صاروخان باتجاه الجولان المحتل وهذا الموضوع كان يقتضي ردا إسرائيليا بحيث أن هذا الموضوع لا يتكرر اليوم جبهة الجولان لا تحوي ما تحويه الشمال الإسرائيلي لجهة لبنان الجنوب اللبناني يحوي قوة كبيرة لحزب الله في الجولان إذا كان هناك ينتشر حزب الله وبعض أدرعت محور المقاومة التي ترعاه إيران من فاطميين وزينبيين وأسماء مختلفة هذا الموضوع هو بعيد كليا عن الجبهة وبالتالي إذا ما اقترب من الجبهة هو بعناصر قليلة لأن الجهد الأساسي لفصائل إيران في سوريا هي في الشمال وفي الشمال الشرقي السوري أكثر منه هل تتحرك هذه الفصائل برأيك بتكتيك يمكن اعتباره بأنه مدروس أو منظم فيما بينها تحركات الفصائل على الجبهة السورية تحركات في الجنوب اللبناني حزب الله بالإضافة أو إذا جمعنا معهم حماس هل تتحرك بتكتيك يبدو بأنه منظم بالنسبة لكم من ناحية العسكرية نعم عمليا عندما يعلن أكثر شيء من عام حزب الله بوحدة الساحات وكذلك أن تكون الساحات موحدة يعني ينبغي أن يطبق هذا الشعار يطبق في كامل المناطق التي لإيران أدروا عليها وبالتالي الجولان هو جزء من وحدة الساحات ولكن حتى الإطلاق الذي شهدناه على قاعدة التنف أو الكونيكو أو عين الأسد يعني كانوا سيارات في تلك المنطقة ويقتضي دفاعا عن هذه الشعارات التي كان يقول بها محور المقاومة يقتضي الدخول في هذه المعمعة وهذه المعركة ولكن عسكريا هذا الموضوع لا يؤثر كثيرا ويقتضي رد كما ردت إسرائيل لم ترد على أماكن انتشار تلك الفصائل ولكن ردت على الجيش السوري وأحدثت هؤلاء الشهداء الذين ارتقوا اليوم أو بالأمس في هذا أو صباح اليوم في هذا القصف يعني اليوم رفعت شعارات عالية جدا ولكن اليوم أمام القوة الأمريكية الموجودة والدعم الغير مسبوق الأمريكي والغربي لإسرائيل لا مجال لتنفيذ عسكريا ما كانت ترفعه وحدة المقاومة يعني محور المقاومة من شعارات بأن إسرائيل وهي كخيط العنكبوت وبأن وحدة الساحات وبعد حيفا وبعد حيفا نرى أداء حتى على الجنوب اللبناني أداء متقطع بشكل بالقطعة ضرب وضرب مماثل رد ورد عليه في الجولان لا يوجد قوى كثيرة ولكن يقتضي هل تكفي هذه التحركات لإنهاك إسرائيل وهذا هو السؤال لأنه ما الهدف أو ما المغزم من الضربات ستؤدي إلى اشتعال الصراع في جبهات في الخارج إن لم تكن أصلا تلحق خسائر موجعة أو مؤثرة بالجانب الإسرائيلي هذا الموضوع عضو شقين جبهة الجولان وجبهة جنوب لبنان جبهة الجولان السورية كما قلت لك لا يوجد قوى كبيرة لمحور المقاومة في تلك المنطقة الجهد موضوع باتجاه أدلب وباتجاه الشمال السوري أكثر منه باتجاه الجنوب السوري وبالتالي هذا الموضوع إسرائيل ما زالت موجودة ومدفعيتها وطيرانها يساهم يكاد إسبوعيا في قصف أماكن في سوريا ممكن أن تكون ملجأ لهؤلاء أو لأسلحة أو دخائر قادمة من إيران لتعزيز محور المقاومة هذا لا يعتد به بأنه جبهة جديدة ولكن ما فعله حزب الله حتى الآن نعم أثر على القوة الإسرائيلية هناك ثلاث فرق إسرائيلية في شمال إسرائيل هناك نزوح 28 ألف مستوطن من الشمال الإسرائيلي وهناك تصاعد في العمليات رأينا من قبل إسرائيل أو من قبل حزب الله هذا نعم هو يربك إسرائيل أكثر منه في جبهة الجولان هناك أيضا منشورات أسقطتها إسرائيل على المناطق العسكرية أو القواعد العسكرية الحكومية في الجانب السوري تدعوه في أو تحذره من أن لا يكون منطلقا لأعمال تستهدف إسرائيل إلى أي مدى يخلط ذلك الأوراق فيما يتعلق بالدور أو مدى انخراط الجانب السوري الحكومي في هذه الأحداث أو تطورات الأخيرة والتصعيد الأخير في غزة يعني إذا رأينا سياسيا في المرحلة ما بعد مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الرياض أخدم الرئيس السوري والحكومة السورية على استبدال الحوثيين من صفارتهم في اليمن بصفارة تابعة للحكومة الشرعية في اليمن وبالتالي هناك موقف من الحكومة السورية بحق محور إيران وبالتالي لن تنجر الحكومة السورية إلى هذا المحور ما حصل لا يرتقي إلى أكثر من عملية قامت بها جماعة فصائل إيران وبهذا الإسلوب ولكن الحكومة السورية بهذا الموقف الواضح لن تنجر ولن أبدا أن تكون تكلف عسكرها أو جيشها في أي عملية ضد إسرائيل وكما نرى أن الجنوب اللبناني لا يشارك الجيش اللبناني في هذا الموضوع فالحكومة السورية نأت بنفسها في هذا الموضوع والوساحة فقط لبعض الفصائل التي تنتمي لمحور إيران شكرا جزيلا لك من بيروت الخبير العسكري سيد ناجم لعب شكرا جزيلا لك